حذرت منصقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان من تأثير نقص الوقود على توفير الخدمات الصحية والمياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يعرض ألاف العائلات لخطر الوقوع في كارثة إنسانية. وقالت المنصقة في بيان إن أكبر المستشفيات في لبنان قلصت أنشطتها بسبب نقص الوقود والكهرباء، كما أدت أنظمة إمدادات المياه العامة ومعالجة مياه الصرف الصحية التي تعتمد على الوقود بشكل ملحوظ إلى تقليص نشاطات المستشفيات في جميع أنحاء لبنان بصورة جذرية، مما يترك الملايين من الناس من دون حق الحصول على المياه ويشكل بدوره خطراً على الصحة العامة والبيئة. وتسببت أزمة الوقود في كارثة جديدة بعدما انفجر نهاية الأسبوع المنصرم خزان وقود شمال لبنان، مما أدى إلى سقوط 28 قتيلاً على الأقل، وإصابت نحو 100 شخص بحروق بالغة.